سلام المسيح وأهلا وسهلا بيك وبيكم تحية عراقية لكم وينما بتكونوا نقرأ من سفر أعمال الرسل صاحة 28 من عدد 7 إلى العدد 10 وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع المقدم الجزيرة الذي اسمه بابليوس فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة ثلاثة أيام فحدث أن أبا بابليوس كان متجعا معترا بحمى وسحج فدخل إليه بولوس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون فإكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة ولما أقلعنا زودونا بما يحتاجه إليه من نقرأ المقطع هنا بنفكر أن حياة الخدمة هي سهلة فيها سفر فيها معجزات فيها قبول الناس إن فيها حسن الضيافة وإكرام الناس للخدام بصراحة هذه كانت جزء من الخدمة لكن إذا نرجع للإصحاحات اللي قبل هذا المقطع اللي قرأناه بنشوف أنه بولوس كان طالع من محاكمات وهو بالطريق إلى المحكمة وهما إنا بنشوف كان في عواصف قوية ضربت وكسرت السفينة ولهذا بولوس يجي لها الجزيرة ويالناس اللي كانوا موجودين وياللي هي جزيرة مالطة وأول ما وصل هم سووا نار ووقت اللي بيجيب الحطب لدغته حية لبولوس وبسبب اللدغة اعتبرون الناس أنه هو مجرم ولهذا الله بيعقبه لكن بعد كل معانات الرب فتح باب أنه يصلي من أجل مختار الجزيرة بهالطريقة كل أهل الجزيرة سمعوا بعمل الرب واللي آمن وحصل على الحياة الأبدية مرات من المربى ظروف صعبة بالخدمة بنترجم الأمور أنه طلعنا من مسار بسبب العواصف اتذكر أنه الرب هو المسيطر ويمكن أنت انضربت سفينة حياتك عواصف قوية وانت في مكانك واقف الرب يريد يستخدمك في هذا الوقت في هذا الظرف هاي نقطة تحويل لحياتك وهي مو نقطة كآبة وخسارة اتذكر أنه الله وياك هو يريد يكمل عمله إلا بده وياك وإذا أنت بتمر بعواصف هاليوم نصلي أنه الرب فعلا بيشيل كل الضباب اللي أمامك وبتنكشف الأمور وتقدر توصل لبر الأمان يا رب يسوء أنا بشكرك لأن أنت قبطان سفينة حياتنا قودنا يا رب لبر الأمان نشكرك من أجل أنك أنت الأمين يا رب وانت بتغير الظروف دائما للخير بإسم المسيح يسوء عصلي أمين أمين ورابي باركك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة